كما في حروب التاريخ الطويلة النظر إلى فكرة الدولة كفيد أو غنيمة حرب يتقاسمها المتحالفون الجدد هكذا ينظر تحالف الانقلاب إلى الدولة المغدورة بها في 21 سبتمبر من العام 2014 حيث تتسارع خطوات حوثنة المؤسسات المدنية من يوم إلى آخر وتتزايد حالات الإقصاء بحق الموظفين الذين لا ينتمون إلى هذه الجماعة الميليشيا التي تسيطر على وزارة الخدمة المدنية عازمة على إحالة 60 ألف موظف نحو التقاعد بهدف استبدالهم بأفراد تابعين لها هذا ما كشفته مصادر إدارية في وزارة الخدمة المدنية واستباقاً لقرار إحالتهم للتقاعد قامت بتعيين مدراء موارد بشرية من الموالين لها في 64 مؤسسة حكومية الأمر لم يتوقف عند المؤسسات المدنية فحسب بل عملت في منتصف يونيو الماضي على ترقية 146 من عناصرها إلى ضباط في وزارة الداخلية برتب عليا جلهم من الذين تم تجنيدهم مؤخراً يتقاسم تحالف الإنقلاب الدولة ومؤسساتها كما لو كانت مزرعة خاصة ومع كل خطوة في طريق حوثنة الدولة يزداد صخط شعب لطالما بحث سبل العيش الكريم وترسيخ قيم المواطنة ترجمة نانسي قنقر